كانت سؤالي لحضرتك يا دبتال عبر كنت عايدة استفسر من حضرتك هي أيام الأسبوع اللي هو السبت والحد والاتنين والتلات ده متسمية من ربنا سبحانه وتعالى زي الشهور العربية بتاعتنا طيب أقول لحضرتك أقول لحضرتك مسألة تسمية الأيام والشهور فيها قولين مشهورين أن الله سبحانه وتعالى لما قال وعلم آدم الأسماء كلها سيدنا عبد الله بن عباس بيقوله علموا كل حاجة حتى علموا القصعة والقصائعة يعني علموا حتى ما يسمى بالاشتقاق في اللغة العربية فتعلم الأسماء كلها فمن دوم للأسماء اللي تعلمها تعلم أسماء الأشهر وأسماء الأيام ده قول القول الثاني بيقول لا ده الأسماء دي متواضع عليها متفق عليها أن الأسماء دي حصل إيه اتفاق عليها أن العرب سموا يوم الأربع يوم الربوعة وسموا الأحد وسموا الاثنين وسموا الثلاثاء وسموا الجمعة الذي به تجتمع الناس يبقى إذن هناك قولين؟ القول الأولاني بيقول أن دي من الحاجات اللي علمها الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم فدي من عند الله سبحانه وتعالى وهناك قول آخر بيقول لا دا حصل بالتواضع والاتفاق ما بين الناس وده يمكن بترجع لمسألة أصلا مرجوعها إلى مسألة هل اللغة؟ هل اللغات؟ هل اللغة متفق عليها؟ أم أن اللغة العرب أخذوها من الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل اللغة دي توقيفية؟ يعني من عند الله؟ ولا اللغة دي عبارة عن لغة وضعية؟ وضعية يعني تواضع عليها الناس اتفق عليها الناس إيه الراجح؟ الراجح أن احنا في دراسة اللغة وفي دراسة الأشياء دي اللي عندنا أن احنا نرى كيف أنها هذه الأسماء خرجت من باطن المجتمع فاللي احنا بنعمله إجرائيا أن احنا بنسير على أن الأسماء التي للأشهر والتي للأيام أنها تم التواضع والتوافق عليها ده الإجرائي ده الشيء الإجرائي اللي احنا مشينا عليه وده يكاد يكاد اللي بيميل إليه كثير من العلماء